تنامت ظاهرة جديدة في الساحات الأمومية والخاصة حيث نشاهد مجموعة من المواطنين يتحلقون حول كاراريس ينبعث منها دخان لذيذ وحين نقترب نجد هؤلاء المواطنين يأكلون حيوان الببوش ويدقونه بالفليلات دقا دقا وحين يفرغون كل الشقفات يشربون حساءه أو ما يلعى البلول وعندما ينتهون يقولون الله لهذا الغرض استقبلنا في هذه الحلقة من برنامجكم هوجهي هوجهك الدكتور كمال غلالاء الخبير في الشؤون الغذائية وخاصة في مادة الببوش دكتور مرحبا بك مرحبا أمية ألف مرحبا وما تنساش تذكرهم لا يخليك بعنوان العيادة نتاعي نعم نعم سأعطيك المجال أما فيما يخص انت شعر ظاهرة كاراريس الببوش فهذا قد فعل طبيعي على استيراد بعض العادات خصوصا مع ظهور محلات الهامبرغر والبيتزا وجنوحات الدجاج اللي كيجوا من الخارج هذا قد فعل موازي لهذا الظاهرة بحيث كان لاحظو انتشار الباع المتجولين ديال سوسيت وديال سيكوك بالبلبلولة وديال الببوش نعم ولكن هذه المحلات اللي كتتكلم عليها مقية وكتوفر على شروط صحية الأكل ماشي بحل سوسيت أولا كيخص الواحدة عرفش كيدخل مع فمو الهامبرغر أكلا مصنعة وجاية من الخارج وفيها الشي كيبع اللال وكيسيرديوها لكم غمضا ما كتعرفششني فيها بينما حياة والحلازون هو من أصله شفاف كل شي واضح فيه ثم الهامبرغر ما كيشبه شي كيف هي عقل باش مغريبي فيه 80 كيلو يتغدى بخمسين قرام ديال الخبز حلو نعم ولكن كتير من المحللين كتسألوا وش الببوش عنده شي قيمة غذائية وش الببوش مفيد صحيا طبعا الببوش كيحتوي على خمسين قرام ديال سولطة وفير وثمانية عشرين مليمتر ديال لاستيك بالإضافة إلى خمسة للأنواع ديال الفيتناميات هذا الشي لطيبنا على الفخر أما إذا طيبنا بالكاوات شو ديال البنوات أي العجلات فهو يعجل الهضم وفي العجلة السلامة وما دمنا في صرعة فلا داعي للعطلة ولكن كيش بلدان في الخارج كيضحكوا علينا لأننا كناكلوا الببوش الضحكة فيهم ومحاسين شبيه هما اللي فيهم كياكل جران لكياكل ربع طلبقار بوبريس لحناش حتى من بوزعان كيجملوه وتيدوزو بهاتاي احنا الحمدلله لدينا عادات غدائية سليمة بحيث أن حيوان الحلزون مفيشي كوليستيروط بحال ديالة أو الكرعين أنا كان عندي معطا معرفة الهمالايا ولقيت الناس كيشدوا المشاش وكيصوبوا منهم الملاوي انتكا تاكلوا هو كيقمش ومليتي يشبعوتي يبدو يقولوا مياوم 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 تصب 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 اشنو رأيك في الإشاعات اللي كتقول بأن البابوش عندو قيمة علاجية أو كداوي وحد العدد كبير من الأمراض هادي مشي إشاعه هذا كلام صحيح فالبابوش كي نوض الحجبان بحالو بحال قليا البابوش يقدر يحيد قوبة عمر قوب خاوي كزيمة الديدين كزيمة درجلين معرفة سيال وديدات كيبولو في الفراش بهاج الحمام بهاج الشمش تكا تقول ايا ظهري توقف تقول ايا ظهري عندك سقار عندك ملح عندك كلاوي عندك كافور كل شيء وإحنا كنضيقو معاقال عشو اللي عند الأبطار بحيث أن تغلف الإنسان اللي بديت لقمع العشبان اللي كتناسبه ايه ولا مكانش مناسبة؟ هي هاديك اللي نطولوه نقصروه ولجا المكتوب ما أعليه هروب عظيم عظيم لا سيدي البابوش مفيش العظم بحالكتا لأن حيوان البابوش حيوان موسكا غريب كيفاش البابوش كداوي نسل ولك يقوله هامبرغرس طيب البابوش داوي شكرا على التوضيح شكرا ولكن نسمحتي قبل أن ندخل لسبري أغوار هذا الموضوع وش يمكن تعرفي على مصدر كلمة البابوش؟ بكل صور يعود تاريخ حيوان البابوش إلى الحقبة الأولى من الزمن الجيولوجي الثالث وقد ظهر مع ثلاثية الفصوص القشرية وهذا يعني أن جذور شجرة البابوش تبدأ في البحر الأبيض متوسط الأول وتتفرع عند الكودية والبابوش أسلم كلمة سمارينية تنقسمه إلى شطرين الشطر الأول هو وبا ثم بوش وبا تعني ببطء بوش بوج بوجة أي تحارك ببطء وقد ترجمه العرب في كتاب هروب البحر إلى البر كما تغنى به شعار البعليك وكل ما يذكر قصيدة المعلقة الشهيرة ذب الحلز فوق حجارة من أين أتى يحمل ضعار يا السلام يا السلام يا السلام نعم معنا مكان أهلو أمساد خير عليكم أهل عبد الكريم الوردي كنقدم نفسي بسيفتي مضروب على الببوش النهار اللي ما كان أكلوش كنحس بالشقيقة عندي في الكرش وكنحس براسي كنمشي بشوية ما باش نسحني الدكتور أنا صعيب عليا نجاوب هاد السيد غير في التليفون كي خاصني نشوفو نشوف اللون دياله واش حمر ولا زرق ولا مخطط لهذا كي خسوجي عندي العيادة ديالي فاللي كينا في شارع غندي 515 وما يجيش فشتة باش ما يعدوش الكلب سمح لي عدنا مكلمة تفضل نعم ألو بغينا نعرفوا رأي الببوشة عفوا رأي الدكتور في العيالات اللي كيتوحموا على الببوش ألو بالنسبة للعيالات اللي كيتوحموا على الببوش كي خصنا نحتاطوه بزاف وخاصوا الاهليالهم مليت كل مرة كتوحموا على الببوش وما كتجروا شي داغوه الاهليالهم يقبطوا ليهم يديهم باش ما يحكوش راسهم وإلا فالتيلات كيتزاد بحجوش ديال القرينات صغار ومليتك بك كي بقوا دراجين صحيباتو تعيطوه ليه خرج عويناتك ولن كلك ولداتك نعم شكرا سيدتي وسيدتي كان معنا مكلمة أخرى كان لحظوا أن هناك إقبال كبير على الموضوع تفضل أستاذ سؤال شكري معنا ألو سبحوا ليه ما غادش نقول لكم اسميتي نعم تفضل سؤال منيك تتكلم من الخلاق حتى نهربان ورقيت واحتي لبوتيك في الخلاق وعيط لكم ولكن الله يجازيكم بخير ما تدوجهش تصويرتي نعم أستاذ ركا غرر في الهاتف تفضل سؤال سؤال ولدك ناكله أخضر ولكن الخاطر ده بعض وعنني ولدك الغزو الشقفة ديالو وهذا الشي أرجوك يبقى بي نوبينك ما تدوجوش بتليفيزيون أنا ده برعني ده في الخلاق وكان أكل في الربيع المزرار وده بشوفك مجدينه قايا بحقيقة كي سعب أهل الإنساني فهذا المواقف يعلق من دارو وشنو رأيكم دكتور شنو التعليق ديالكم على هذا الحالة هذا للأسف مصاب بالتهاب حلزوني ديال البصلة السيسائية لنا تجعل الإدمان ديالو على مادة نيكوتين البوبوش أهلا الببوش فيه نيكوتين بيانسور فحيا والبوبوش كيحتوي على مادة نيكوتين والبيطادين والسوبرادين وكي خاصة مستهلك المدنين دائما ياخدوا بالفيلتر ديالو إخواني المشاهدين حتى تعمل فائدة وحتى نحيط بجميع جوانب الموضوع الدكتور غلالا سيقترح علينا كشكول من الوصفات الغذائية بمادة الببوش تحضر الدكتور سيداتي ساداتي بهذا المناسبة نقترح عليكم بوصفة بالببوش كاملة الأوصاف حاجتنا بخمسة ديال الببوشات من الحجم الكبير بالعظم ونتأكدوا من تاريخ الصلاحية على الشقفة ديال الببوشة ونستعملوا معها مكعب البنا ديال الببوشة الدهبية هاد خمسة الببوشات كيمكن نعملوا بهم الوصفات التالية سادات بغلالا سادات أو بيبي ديالament سابقا بل حالظوم سمحلي كس كسمت فون بل ببوش ديال الببوشت ديال الن قوسكوس فلان بل ببوشت فلان بل اسقارق قطباند البابوش برونشيد دي سكاركو آيس كريم دي سكاركو قشداء بالبابوش ثم اسكالوب دي سكاركو واللي بغايت سادق معنا يبعت لنا بخمسة دي البابوشات إلى العنوان الإلكتروني الخاص بالمسابقة www.babوش-caramyl.nescom إذن في ختام هذه الحلقة نشكر الدكتور غلالة على مجالستنا في هذه الحلقة ونلتقي بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله السلام عليكم